زمالك رحت المنتخب أكتر من مرة مين من الأجيال الجميلة اللي كانت موجودة معاك وانت في منتخب مصر حتى انت أصبحت كابتن منتخب مصر وانت في نادي الزمالك هو البداية طبعاً أما دخلت المنتخب هنا في نادي الطيران فدتني فرصة يبقى فيه ضوء عليك ان يبقى كابتن بتاعي كابتن رفعة فناجيلي بدتني فرصة أعرف كابتن شيربيني أعرف أجيل من الأجيال القمم الرياضية في مصر فدول بالنسبة لي كنت بتابع أسلوبهم في التعامل مع اللاعبين الآخرين فان الواحد عاصر هذا الجيل وحمد أمامه لأرحمه محمود بكر خدت منه خبرات بحمود بكر يعني وأحمد كانت مجموعة وكاب الشيخ طاها كان معانا في المنتخب دات خال بقى أن أنا عصرت الناس دي ما شاء الله والشيخ طاها مرة كان بيمراني وانا لسه صغير فدي أجيال الواحد اتعلمي أما رجعت منتخب مصر تاني طبعا 67 دي أثرت على جيل بأكمله كامل وأنا أصلا كنت في كلية الهندسة وخلصت سنة السبعين فرجعت ألعب تاني بقوة وركزت كنت خاصة في كلية الهندسة أمارة 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 الهندسة عن شمس والعغاية دلوقتي الدفعة بتلتقي تبني عمارات ببني فنادق فنادق وقعات مؤتمرات واستادات واستادات أه العمارات يعني سهلة ما عايزين يعمل استاد صغير كده لينا في ناديه لوكس والله أنا عملت بيترو سبورت أنا اللي عمله بيترو سبورت أه نادي بيترو سبورت ما شاء الله ودخلت مع المقاونين العرب في تطوير استاد برج العرب ودخلت بعد كده كل خط التطوير استادات مصر في كأس الأمور إفريقية اللي فاتت الرسومات طلع من عندي بالمكتب من عندها ما قلتش إنها من عندي لأن في ناس كان عندها حساساتي في اتحاد الكورة خافوا إن أنا أرجع المجال وإنت يعني أنت بتعمل حاجة لبالدك خافوا قال لك لأ إلا ده يبقى موجود يا سلام طلعهم أنا ما ليه الحقد واللي أنا مش عايزة في موجود أنا عايز إنجازاتي تبانى على الأرض الواقع والناس حسل بتطوير الملاعب إنما أنا مش ما بسعاش للعودة للمجال الرياضي لأن اللي أنا عملته حسس إن أنا على قناة أنا عملت ما يرضيني سواء نجحت أو أخفقت إسمي إن أنا اجتهدت وسعيت فالاستادات وتطوير الاستادات قاعات المؤتمرات تحت شرم الشيخ قاعات اللي هي تحصل فيها مؤتمر الاقتصادي والبيئة والكلام ده كله آخر قاعة كنت مدير مشروعات إنما القاعات التانية تلت قاعات مؤتمرات شرم الشيخ فنادق بتاع شخين تحت شرم الشيخ بصنا كنت نصفها ترس كولها بلس عليك يقولك ده بشرم الشيخ ما أنا قلت لك سينا بالنسبالي سينا بالنسبالي ده رد دين لشهداءنا اللي رأوا سينا بقى فأنا بحب شرم ودهب ونويبع وطابة ولها إحساس طاقة إيجابية ليا لما بروح هناك أقل بحس أرض الفيروز أرض الفيروز وأنا إنت بتشتغل نعمة من عند ربنا إنك إنت تبقى عندك فريق عمل حواليك بتشتغل مع سوق الشريم أولين شركات إدارة فندقية بتحس إنك إنت بتعمل حاجة لبلدك وشهداء صحة والعافية والله أنا البحث بيسمع كلام أنا يعني الكلام جميلة وممكن السادة مش هادين أو مرة اسمعوا الكلام ده حتت كمان إنت طورت الاستادات بتاعت كلها اللي موجودة في مصر كلها طالع من عندك من مكتب طالع من عندي بسفة شخصية قدين أقولنا هو يا أعضاء مجلس دارة الاتحاد الكورة إن اللي طور الكلام ده كله بش أجانب مهند الشام عازمي ومصري وقدي إيه بيحب مصر كلها ومحافظاتها كلها وشارم الشيخ هو قدي مثل من الأمثلة اللي موجودة مش معقولة يا مصطفى إن أبقى منصبي في المهام الخاصة في الفيفا إن أنا بروح أفتش كنت على استعدادات الدول للصداقة في كؤوس العالم عشان حتة الأمنية لا مش أمنية استادات مستشفيات أمنية دي جات في كوريا واليابان بس بعد أحداث أمريكا آه ناين إليبن اللي حصلت هناك فكانوا استحدثوا مجموعة من أكتر ناس اللي عندهم خبرة في التحاد الدولي للإشراف الأمني على بطولة كوريا واليابان وكانت أحداث جميلة جدا هناك الواحد شاف تجارب مع يعني مرة كنا بنلعب برازيل بتلاعب الصين وكان نازلين الملعب لقيت حوالي خمسة وأربعة وأربعين ألف وتسعمائة صيني موجدين في الملعب ومية ما تعرفش جنسية أمور فكان نازل جنبها روبيرتو كارلوس قال لي كل دول صينيين قلت له دي عيلة واحدة كانت من الصين ما يكونوا مش مع بعض إيه لو أحد اللي يتلك من الصين لا كان الواحد بيقالوه تجارب إزاي يقدر يحتوي الفرق اللي هي أول مرة تشارك في كاس العالم يعني ما تبقاعد في مثلا اجتماع بتاع التمهيدي للفرق في فرق أول مرة تقعد عشان اللي هو التنسيقي اللي هو قابل المباريات فرق تقعد اللي قاعد بيترعش المدير الفني وأول مرة يولا طبعا كاس العالم نعلم كله بتفرق ليه هلت بتشوف طبعا استعدادات التوقيتات تنزل إمتى التيشورتات شكلها إيه التوقيت اللي هو الكون ده هم تعلمات انت كنت بقى بتخفف عنه مضغط بقى بخفف عنه مثلا أقولهم أجماع حضرك عارف إن دايما فيه ثلاث اختبارات مناشطات بتتم طبعا في نهاية المباراة وبشرف عليها فأقولهم إن فيه تعديل في نظم كاس العالم الاستهيدي قولي إيه قالهم فيه اختبارات مناشطات للإدارين والمدربين إيه؟ يتفابقوا كلهم وطبعا يتخضوا يعودوا يتحاقوا وقلهم لأ مفيش أنا بأذر معاكم أه طبعا طبعا عشان تخلي بتاحدة هادية وفتكة تفك شوية إن الناس دي بتبقى مشدودة جدا أكيد طيب إنت شايف إن إحنا ممكن ننظم كاس العالم؟ فترة دي؟ بأمانة أنا بقولك فيه أولويات أهم من تنظيم كاس العالم وتنظيم كاس العالم بقت أعباءه الاقتصادية والمالية عالية جدا وعند إذا المسأل هو قطر آه ده محدش هادر يعمل كاس العالم تاني خلاص لأن قطر مساحتها صغيرة جدا وإمكانياتها عالية جدا وأنا أول واحد بشرت قطر إن أكسبت كاس العالم كنت مع أي من زادة في التليفزيون ودي أول مرة أخر مرة روح فيها قلعة الجزيرة وفي وقت ما كانوا بيعملوا فارز الأصوات في الاستراحة قلت له مبروك عليكم كاس العالم قال لي إزاي إحنا أمريكا وإنجلترا يعني لو كانش مربطين زي ما كانوا بيقولوا الكلام ده؟ أنا دخلت قال لي إزاي قلت له أدي عدد الأصوات قطر راح تاخدها بكذا صوت قال لي إزاي؟ بعد ما خلص طلع على الهواء اللي هو من وانت شمازني جابنينا نتيجة من الكنترول هو قال كذا أنا معرفتي المقربة جدا بكل عضو من أعضاء المكتب التنفيذي وقتها الاتحاد الدولي في الاتحاد الدولي خلتني أستشف إن الأصوات دي إزاي هتروح قطر لأسباب من الإمكانيات اللي كانت موجودة من أسباب معينة ده فينا قد تفرج على أربع مبريات في اليوم؟ في اليوم واللي مش هتحصل ولا في الأحقام أنا أعتقد يعني والإمكانيات اللي كانت موجودة والاستادات أتمنى إن مصر تنظم كأس عالم طيب إيه اللي ينقصنا عشان ننظم كأس عالم؟ بصراحة؟ أنت من خلال خبرتك بقى في الاستادات والملاعب والكلام ده كله إيه نقصنا نمرة واحدة السلوكيات الشعب المصري سلوكيات؟ دي نمرة واحدة إزاي تقدر تحتضن كأس عالم؟ وتعرف إن اللي جاي ده هيعتبر سفير ليك لما يسيب البلد؟ وإزاي تحتفي بالأجنبي؟ إزاي تحتفي بالسائح؟ اللي هو مش موجودة النهاردة في مصر للأسف الناس مش عارفة إن السائح ده جاي بيدعم الاقتصاد المصري بقى ليصنعها وليصنعها بتفتح حوالي 17 أو 34 مهنة بتفتح مجال العمل لناس كتيرة جدا طبعاً طبعاً فالنهاردة سيبك البنية التحتية يكفينا فخراً ما بيتم في البلد النهاردة من بنية التحتية طرق، مواصلات، منشآت رياضية إنما في صورات بتحصل في المنشآت الرياضية النهاردة لغة العصر والتكنولوجيا بتخش في الاستادات انت شفت الاستاد الجديد اللي في العاصمة الإدارية؟ أو المدينة الأولمبية اللي هناك؟ شفتها، شفتها حاجة تفرح بالصراحة حاجة مشرفة إنما النهاردة مع تطور يعني أقولك بأمانة وكل صورة وما أنا عاوز كيب الله أنا كاس عالم بيبقى دعاية كبيرة جداً للدولة مش عاوز كلا تتحط على خريطة العالم لمدة صهر أو أكتر الناس كلها بتاع بتبقى معروفة بعد كده؟ ايه، إمكانيات البلد ايه؟ وبتبقى فرصة لتطوير البقى كوريا واليابان، أو كوريا بالذات ما كانتش هي كوريا قبل الأوليمبيك جيمز وقبل كأس العالم التطور اللي حصل في كوريا نقلها نقل حضرية مختلفة تماماً وده اللي أنا كنت بتمنى وبسعى إن إحنا نوصل له لما قدمنا طلب استضافة كاسة العالم عشرين عشر كنت بتمنى نشوف بلدي في مستوى الدول الراقية على مستوى أوروبا أو أسيا أو أوروبا بس معنا واحد